ورجعنا لكم بعض الفاصل ونستكمل حلقتنا مع ضيف الحلقة والموهبة العظيمة اللي هنتكلم بيها النهاردة عن طموح الشباب وهيعرفنا ان شاء الله دوره ومكافحته وأهدافه خلينا نتعرف بالأستاذ وائل فتحي الشهير بوائل الجن المدير الفني لأكاديمية مصر لتصفيف الشعر أهلا بك أستاذ وائل نورتنا في الستوديو وإحنا كمان متشرفين جدا بوجودك أستاذ وائل ما شاء الله شايفينك مهتم جدا بمجال كوافير الرجالي وتصفيف الشعر وكمان ما شاء الله بتهتم جدا بلاعبة الكرة ورياضيين وكلمنا شوي عن موضوع كوافير وكوافير الرجالي والله هو كمهنة بالنسبة لنا كوافير الرجالي لأن الناس هو يا برعا مهن الزوء وشياكة ازاي تطلع زي محادثك اه كده عامل ستايل معين لحاجة معينة النهاردة مثلا زي أستاذ محمد هيطلع يزيع أو يطلع يتكلم فليه قصة شعر معينة فعلا هو أهم حاجة طبعا بالنسبة للمظهر بالنسبة للمظهر المظهر تمام فإحنا نعتمد معدفة في كل مقاييس الشغل كله بداية من التسريحة بستايل اللبس بستايل شكلك كل ده إحنا نعتمد فيه في شغل القص بالذات بنعتمد أكتر ببعضه حسب كل عميل هو شغال إيه مش كل قصة تمشي على أي حد معنى كده يعني بتستخدم الستايل المعين لكل واحد حسب مجاله حسب طبيعته مع ده اللي إحنا بنعتمد عليه الفترة اللي بفعتت والفترة تمان اللي جاء وده اللي إحنا بدأنا نعلمه كيبدأي كورسات في أكاديمية مصر لتعليم فن التصفيف مع الطلاب في كل محاضرة بنتكلم فيها إيه هو الجديد؟ الجديد إن أنا أفضل أعامل إزاي لعميل مش مهنت إن هي أنا أشتغل الصيط خلصت؟ لا خالص أنا بداية إن أنا إزاي أعلم الطالب عندي إن هو إزاي يتعامل مع عميل كويس أسلوب كلامه إزاي التعارف عليه إزاي جميل جداً لمسة فنية ولمسة جميلة في أص الشعر وتصفيف الشعر قولينا أستاذ وايل بدأت إزاي موضوعك وإزاي أنا شايف إن فيه لعيبة ما شاء الله يعني ربنا طبعاً يزيدك أكتر ويوسع عليك أكتر أنا شايف إن إت بتحلق للعيبة إزاي وصلت الموضوع دا؟ يعني وصلت الموضوع دا كده من حوالي أربعة شعة سنة بالضبط كان بداية مع كابتن شهابي دي نحمد ما شاء الله أه دا كان بداية عندي إيه تمام وبعد كده بعد متعرفت عليه وتعاملتي مع أكتر ممرة مضمت لمنتخب مصر الشباب كاس العالم 29 تمام محنا شايفين برضو على الهواء الصور لأستاذ وايل دا كابتن عبدالله سعيد نشا الله دا كنا في معسكة دي هنا كابتن حسين الشحاد حسين الشحاد تمام هنا في منزله كم الفنان طريق لط في بعضه وكنا في أستاذ ذي آه أستاذ الفنان طريق طريق لط فيه دا طبعاً العالمي محمد صلاح قبل الصفر لروسيا دا كابتن مؤمن ربنا يشفي يا رب ربنا يشفي يا رب نصر الله ونشفي يا رب دا طبعاً دا دا عفياجي المتفاجي رمضان صفحي طبعاً رمضان صفحي من نصر مشهورة جداً في الكرة دي كل اللي نصور كده في معسكرات منتخب مصر معسكرات منتخب مصر دي قبل كاس العالم رسيا قبل كاس العالم رسيا قبل كاس العالم رسيا جميل جداً ما شاء الله ازاي قولينا ازاي بدأت مشوارك وزاي طورت نجاحك في الحلاقة وقصات الشعر ما هو تطوير المهنة من رضا احنا في مهنيتنا فيه كل يوم جديد يعني كمهنيت كوافير رجالي احنا فيه كل يوم جديد فعلاً حقيقاً وصلت دا ازاي زي ما قلت الحدودة كان بدايت مع كابتن شهاب ونضميت منتخب مصر بعد كده نضميت معسكرات الناد الاهلي بدايتها من كابتن حسام عشور هو صديق شخص ليه ما شاء الله طبعاً بدأت اتعامل معهم بدأت بقى من اول كابتن حسام عشور لحد الجيل اللي موجود حالياً طبعاً اتعاملت مع كابتن ابوتريكا ابوتريكا وكان ليه الشرف ان اتعامل وحلقت له وصلت كمان الناس كابتن كبيرة جداً 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 ونص من ناس في ناس كبيرة بقى بتجيلك وفي ناس بتتواصل معك انها تجيلك مخصوص انها تجيه ان شاء الله شايف نموذك عظيم جداً للشباب وانه هو الناس بتجيله من لعبة الكورة ومن الناس المهمة ومن الكوادر الهامة في المجتمع وبيجيله مخصوص علشان يعمل لهم الطرق المعينة والمناسبة والستايل المعين في تصفيف الشعر والحلاقة طبعاً احنا استاذ وائل احنا هندعمه طبعاً الناس تروح له يعني عنده لمسة جميلة جداً ولمسة فرنية في ايده اكيد ايده يعني مقص من ذهب يعني بنا خليك استاذ وائل يعني قلنا اكيد في صعوبات وجهتها في حياتك لما بدأت ان مشوارك ينجح هي مش صعوبات يعني هي مش صعوبات انا مجالي في منطقة او في مكان انا شغال فيه انت برضو الناس بتبدأ تحاربك بدأت انا توصل للعيبة بدأت الناس تحاربك اكتر اه يبقى فيه كمان اقبال اكتر اقبال اكتر بقيت الناس مش هي مش اقولك ان هي فيه حروب او لا بس بتبقى المنظرة عليك اكتر شوية حقيقي بقى انت بتجيلك بقى لعيبة يعني لازم ان يكون عليك اقباله ورؤية كبيرة جدا فهي كانت الموضوع هي مفقاش صعوبات او مفقاش مشاكل الحمد لله فضل ونعم عند ربنا ايه وكلو تقديم عند ربنا واكتهاد ازاي انا انا اوصل لدوات فده الحمد لله فضل ونعم عند ربنا ايه وبين على الاستاذ واقل انه هو مكتهد ما شاء الله يعني وعنده طموح جميلة واهداف جميلة جدا وكمان حقق من طموحه انه هو لعيبة مخصوص بتجيله او هو بيروح للعيبة ومن لها طرق والستايل المعين اللي تناسب شخصيته واتناسب جماله اكيد يا استاذ واقل واجهك مسلا حد مسلا مسلا يكون مش معاه فلوس او حلته على قده بس عايز يحلق استايل جديد حاجة جديدة اكيد والله حصل لي موركا كتير من ذكر جدا يعني اذا خلنا عميلا انا عايز اعمل اصل شواري يوم فرحي تنوي معيش الدب الباكة الجدد فعلينا ما ايش باكت جدود بس انا عايزك انت تقصلي شعلا قلتون ده شرف لي يعني اختصك بالأخص يعني ده شرف لي ان انا اعمل لك شعلك وتعمل له شعره احسن من اي حد ومبلغ بسيط انا مش مش لازم اقول لا دوت لا خالص 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 جميل جدا وده اسمه الدعم الراحي ان انت بتقف مع الناس اه طبعا طبعا الحمد لله ده فضل هناك يعني اقتدرتها على قدها ومشاء الله يعني عليك استاذ كريم استاذ وائل معذرة اقول لنا لما بدأت تتحقق نجاحك ومشروعك ايه اللي وقف جنبك او ميني اللي وقف جنبك وسندك ودعمك في الموضوع اه اللي وقف جنبي طبعا اصدقائي واخواتي اه كان والدي كان كنت اتمنى ان يكون موجودش نشوف نجاح ده وقت اه ان هم من بداية الناس اللي نجاحتني جدا جدا وقيتلي ان انا هطلع وانا لسه صغير ان انا هطلع شاطير جدا في المجالي طبعا بعض الارزقاء كتير جدا بعض اللي عيبت كورا زي كابتن حسان معشور وكابتن شهاب طبعا كابتن حسين الشحات كابتن بسم علي كابتن صبر حيل دي اه اشخاص كلها وقفت بأمانة جنبي ده ودعمتني دعم معنوي grâce جدا جدا يعني كمان الدعم مش بس جالك من الناس اللي حواليك لا ده كمان جالك من الناس اكبر طبعا زي كابتن حسان معشور ده كابتن حسين الشحايد كابتن بسم علي كابتن صبري الناس دي كلها ويفي الجنب جدا معناوين يعني قولينا ايه المواقف الجميلة اللي مريت بيها في مجالك وشغلك؟ كان موقف جميل جدا جدا لكابتن محمد صلاح محمد صلاح اه كنت في اول مرة روحت له في معسكر اسكندرية في رباج العرب فعملت له اول قصة فاخدت بعدي ومشيت بعدها في اسبعين روحت تاني المعسكر تاني فهو ما كانش موجود فبقى اسأل عليها لك لا مش موجود دلوقتي فقى اول ما نزلت من اسكندرية الكاهرة لقيتهم بيكلموني كابتن محمد صلاح عشور بيكلمني فبقولي هو عشور تقولي ان كابتن محمد صلاح عايزني بالاسم شنحلاله تاني كويس جدا ما شاء الله او فلقيته قالي قاله الصلاح ده واقل بيقول ان انت قاله او خديجي لي حالة ده ممكن اجمل مواقف اللي هي في حياتي كلها مع كابتن محمد صلاح وكابتن محمد صلاح ما شاء الله ازاي وصلت مدير فني الاكاديمية مصر يعني احكي لنا بداية خطواتك وطموحك بدأت تتحقققه ازاي بالنسبة للاكاديمية مصر بالنسبة للاستاذ محمد عفيفي صاحب الاكاديمية طبعا تحية خاصة للاستاذ محمد عفيفي طبعا بنقوله الاهداء الجميل طبعا طبعا من الناس اللي انا بحبها جدا 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 هو الاستاذ مصطفى المدير المالي بتاع الاكاديمية الاستاذ محمد ده اداني كل الدعم اللي انا محتاجه جميل جدا ما عدنا تكلمنا قاله هي مجموعة شباب طموح عايز يتعلم بسطت بفكرة جدا جدا مهما يكون هو المقابل المادة لنا خالص انا شكرتي ان انا ازاي تعلم شاب يفتح مجال يكن منه او ده الموضوع المهم لا ده بقى باش موضوع مهم ده ده بقى حط تحت منه خطوط حق مكتور جدا انا بالنسبة لي كوائل ان انا نعلم مجموعة شباب جاية من جميع المحافظات عايزين تعلمه تحت ايد وائل ده متعة غريبة جدا انت زا ان انت تأهله بعد مدة قصيرة انه يفتح مكان يكل منه يعيش دقمة كويسة بلظبت لان هو الشاب فعلا محتاج حاجة زي كده حد يدعمه حد بس يديه على اول الطريق وهو يكامل انا بعمل دوت انا والاستاذ محمد والاستاذ مصطفى واكاديمية مصر كلها ده حاجة جميلة جدا ان في اكاديمية كمان بتساعد الشباب وان في روح جميلة زي الاستاذ وائل وبيقف مع الشباب وبيدعمهم وبيشجعهم وكمان بحطهم في اول خطوات الطريق علشان يصيروا السير الصحيح وان هما يحققوا طموحهم واهدفهم اه طبعا احنا شرفنا جدا 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 بنا تحليك ازينا بنا تحليك ازينا لان دعمك للشباب ده حاجة مهمة جدا ولان اكيد بيجيلك طلاب مثلا او بيجيلك شباب عايزة تتعلم طب لو جالك زحمة من عدد ايه اللي ممكن انها يكون رد فعلك العدد اللي ما بيكون موجود انا تحتملني في ناس مساعدين انا بشتغل مع مجموعة المجموعة التانية بتشتغل عشان كله يستفد والطالب يستفد ايه بطلع من المحاضرة واخد كم المعلومات اللي هو عايزة عن المهنة هي المهنة زي ما قلت حالك في اول الكلام هي ايه مش مهنة مش تهم واسط لا مهنة فن زوء ازاي طلع العميل زي ما هو قاعدة كرصي عايزة طلع شكل حلو انا ده لازم اطلع هولو جميل لو ضغط علي مجموعة زي المحاضرة قلت في الاول انا بقسم المجموعة وفي ناس مساعدين تحت مني بيكملوا الشغل اللي انا بقول عليه اعمل ده كذا فهم بنفذوا دوت المهم عندي ان انا اطلع الطالب في نهاية كل محاضرة مستفد،لحامدلله والطلاب بدأت تستوعب ده جميل جدا بدأت تجيدنا كمان ناس من بركة مشمن مصر بس يعني انا معي اناس من لبييا وناس من سوريا جميل جدا بدأوا كرصيات بدأوا استفادوا مسلا ب 추لال اربع او خمس محاضرات بس الحمدلله انت تأهلوا بعد خمس محاضرات اه، الحمدلله'reics انا كمان بجموعة خمس محاضرات انت بجموaisia هما الشغل هما يتعاملوا خلاص هما خدوا الخطوات اللي أنا بمشي عليها وهما بدوا ينفزوا ده فالحمد لله فضلوا نعموا عند ربنا أن هما بدوا عندي مجموعة الطلب حتى من جميع المحافظات المتحددك فيه ناس بدأت تستعب ده بسرعة جدا جدا وفيه ناس بدأت تفتح في محلات كمان في محافظاتها الحمد لله ربنا يا ربي وقفاك دايما في مجالك يوسع عليك نموذج العظيم للأستاذ وائل اللي بيقولوا أنه فعلا فيه محاضرات وفيه كرصات بيعملها للطلبة اللي عايزة تتأهل في المجال ده نموذج عظيم ليه الشباب برضو ما تكونش مثل وقدوة ونموذج للأستاذ وائل أنه هو يتعلم وأنه هو ياخد كرصات في المجال ده ويتأهل وكمان يوصل للعيبة والأستاذ وائل وصل لأنه اجتهد وحط مشوار نجاحه وحط هدفه وسعى لي فإحنا طبعا بتناشد الشباب وبناشد الكبار أنه هما يدعموا للشباب يقفوا أنه هما يأسسوهم بطرق صحيحة وأنه هما يدعموهم لأن الشباب محبط جدا لأن الشباب حسد باليأس ويتحس باليأس أكتر لما تلاقي النعاتة الكبير من اللي حوالي بيتخلى عنه إحنا المطلوب أنه نقف جنبيهم ندعمهم المطلوب أنه نسندهم لأنهم هم العصب الأساسي للأمة وهم الدرع الواقي والحافظ على الشعوب أستاذ واقل أكيد في مجالك وجهت ناس يعني عملت لك بتحبطك بالكلام قالت يعني مثلا كلام مش كويس سيء أكيد وجهت حاجة زي كده طبعا كتير جدا فيه ناس كتير زيما فيه ناس بتحب دعمك أنه تعليك أو تنجحك فيه ناس بتحاول تنزلك خالص ما كنتش باسمع علي كده خالص طبعا احنا عارفين في كل نجاح خالص ما كنتش باسمعه نهائية تمام جدا خالص أنا حاطت قدام مني هدف معينة عازة وصل والحمد لله مشين بخطوات سابتة الحمد لله وأخذ حاجة عاملة هي الأكاديمية ده بالنسبة لنجاح جميل جدا قول لي أكيد فيه خطوات معينة حطتها قدامك علشان تبدأ تأسس نجاح صحيح يعني تناشد للشباب إيه هي الخطوات الصحيحة علشان يكبروا سواء في مجالك أو في المجالات اللي تقول لنجاح صحيح أول حاجة أن أنا أحب عملي يعني أنا كاف مهنيتي أنا راجل بس تمتع ونعرف شغيل وأن الشاب يختار العمل الصحيح اللي يناسبه هو مش حاجة مجبورة عليه تمام ثم أنت بتحب العمل اللي أنت أعطيت كنه وتشتغله هتنجح فيه حي فعلا طبعا أنا من ديم ديمني إذا سحب مهنيتك جميل جدا مهنة الكوفير الزجالي هتنجح زي ما أنت عايز وتوصل وتوصل وأرد ذاكر وأرد مهنيتنا مش زي ما أنت حدتك يا مهنيت مشتل مصلا دي فهم ذاكرة أه طبعا أهم حاجة الإجتهاد طبعا وعلي نفسي فيها وزي ما إحنا شايفين على الهواء يعني الأستاذ وائل نموذج عظيم جدا أنه وصل للعيبة ووصل لكوادر كبيرة في المجتمع وكمان ناس كبيرة بتتصل به وروح لها يعمل لها شغل وفيه ناس بتجيله مكانه واحنا كمان بنقول الشباب لو عندك مثلا مناسبة أو فيه أفراح أو مناسبات احتفالات الأستاذ وائل طبعا يعني لمسة جميلة جدا وإيده لمسة جميلة الأستاذ وائل قلنا المكان بتاعك فين بحيث إن الشباب تقدر توصل لك أو أكيد فيه ناس برضو عايدة توصل لك أنا طبعا بتحتقامل أي حد لو عنده مناسبة أو حد مش مقبض ومش مقتدر وعنده مناسبة وعايز يطلع شكل حلو أنا يعني ليه واللي هو عايزه طبعا عندي محل في السيدة زينب في السيدة زينب وعندي محل في حدايا المعادي تمام دول محل اسم المحل اللي في السيدة زينب إيه؟ اللي الاتنين بإسم واحد الجن بإسم الجن طبعا إحنا زي ما عارفين إن الأستاذ وائل مشهور بواقل الجن فاللي في السيدة زينب بإسم الجن وفي حدايا المعادي بإسم الجن طبعا زي ما عارفين إن الأستاذ وائل نموذج عظيم ومشرف وكان معنا النهاردة الأستاذ وائل في حلقتنا ويكلمنا عن مجاله العظيم وتحقيق أهدافه الجميلة وإن إزاي الشاب يوضع نقط لتحقيق أهدافه ويسعى لإن هو يجتهد وإن هو يصبر على مشواره أو على نجاحه أو على طموحه وطبعا دي حاجة جميلة جدا يا أستاذ وائل إن إنت تفوقت وإن إنت اجتهدت وسعيت لتحقيق هدفك آه طبعا الحمد لله وحاجة بسطانية جدا ولسه قداميني حاجات كتير جدا جدا كان ليه على المستوى الشخصي أو على المستوى الأكاديمية بالنسبة للشباب اللي بتعليم المهنة أنا ما بخالش على حد فيهم خالص دايما بقول لهم نتواصل مع بعض أنا مش منه أين أنا أقول لك لا أنا خلاص خلصت المحاضرة ما تتصلش بي أنا كل الشباب اللي معي من المحافظات مصر كلها معهم أرقامي بيتواصلوا معي عمل لكاية لحد عنده من صحابه ببيته في أي كافير بيبعتها لي ويقول لي إيه رأيك فات بقدره التقريم بتاعه إن شاء الله بإذن الله يكون مجالك أوسع وأكبر وناس كتير تروح لك وكوادر كبيرة جدا تتواصل معاك وتدعمك أكتر أنت لموذج عظيم جدا ومشرف كان معنا النهاردة في حلقتنا الأستاذ وائل الشهير بوائل الجن وكلمنا عن مشواره وعن نجاحه وأنه دي لمسة فنية جميلة جدا ووصل لكوادر كبيرة جدا وناس كتير جدا بتجيله طبعا فاتح أكاديمية مصر دي مكانها في المهندسين في ميدان لبنان مكان الأكاديمية في المهندسين ميدان لبنان للي حب يشارك أو يدخل الأكاديمية وكل دول جميل جدا ويتأهل زي نموذج العظيم الأستاذ وائل اللي بيعلم الشباب تعليم عظيم جدا إنه هو يكون نموذج كويس وإنه هو يسعى على رجليه ويحقق أهدافه وإن شاء الله بإذن الله يعني يوصل لأهداف ونجاح أكبر من كده ويحقق له كل المجالات وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حلقتنا الجاية هيكون معنا نموذج عظيم أيضا ومشرف وإن شاء الله هنتكلم عن التحييق والأهداف وخطوات الصحيحة للنجاح وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الإثنين الساعة التاسعة صباحا وحلقة جديدة إن شاء الله دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة